أعلنت مؤسسة حياة كريمة أنه تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمواطنة أسماء أحمد وذلك بعد مناشدتها اليوم وذكرت المؤسسة أنها قامت بتوفير شقة سكنية لها ولأولادها بمحافظة الإسماعيلية مع توفير مشروع اقتصادي لها وتوفير كافة احتياجات أسرتها وكانت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة قد قامت أعلى الفور بالتواصل مع المواطنة للاستعلام عن حالتها حيث تبين أنها متزوجة ولديها ثلاثة أبناء وزوجها مريض يعاني من التليف الكبدي وغير قادر أعني على العمل وهي تعول الأسرة بأكملها